السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درجة جديد من درس علم البرامج الهندسية هذا الدرس سيكون بعنوان برمجية مفيدة لعمل متعدل الأضاء الحلزوني يعني Spiral Polyline وهذا على برنامج AutoCAD أدخل في أشرح مباشرة أقوم بإستراد هذا الليسب وذلك عن طريق الأمر Upload أو عن طريق الذهب إلى Loud أو Tools Loud Application هذا هو الليسب ستجدون رابطه في صندق الروس أسفل الفيديو Spiral Load Load Ons تم إستراده بنجاح Close بعد ذلك أقوم بإدخال الأمر الخاص بهذا الليسب Spiral أضغط Enter يخبرنا بإدخال مركز هذا المتعدل الأضاء الحلزوني مثلا أختار هذا المركز هنا ثم يخبرنا بإدخال عدد الدوارات على سبيل المثال أقوم بإدخال عشر دوارات Enter بعد ذلك يخبرنا بإدخال المسافة بين الدوارات مثلا المسافة هي اثنان ثم يخبرنا بإدخال البوينت في كل دوارات أو بعبارة أخرى Segment ملاحظة ستجدون في صندق الروس المرجع الخاص بهذا أديس يعني يمكن التعبير عنها بكلمة الظلع أو Segment مثلا أقوم بإدخال خمسة عشر دوارات لكل دوارات أضغط Enter لاحظوا كيف تم إعطاءنا هذه النتجة ملاحظة كلما زاد عدد الأضاء كلما كان متعدد الأضاء حلزوني أكثر أختاره من هنا كليك يمين Paraberties لاحظوا هو عبارة عن Polyline يعني يصعب أن نقوم بعملها بشكل يدوي على برنامج الأطوكار دون استعمال Lisp أقوم بغلقه لو أأتي لهنا لاحظوا يمكن التعديل عليه بكل سهول مثلا أقوم بتحويل الأزراء إلى Arc أو إلى غير ذلك أقوم بمثال آخر أأتي لهنا Spiral Spiral Enter أختار المركز نظن هنا الآن أقوم بإدخال عدد الدورات مثلا أحافظ على نفس الدورات هو 10 المسافة بين الدورات مثلا تبقى 2 ثم أقوم بإدخال عدد الأضاء في كل دورة مثلا أقوم بجعلها 100 ضيع في كل دورة أضغط Enter لاحظوا كيف تم إعطاءنا هذه النتجة يعني لو نلاحظ أنه عبارة عن متعدد الأضاء حلزوني أكثر من الأول لاحظوا لو أختاره من هنا لاحظوا كيف تم زيادة عدد الأضاء في كل دورة لو أختاره كيف تم زيادة لحظوا هو عبارة عن Polyline يعني هذا الليست يساعدنا كثيرا في أعمل هذا النوع من الأشكال باختصار هذا والدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته